بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عمر إبراهيم في سلسلة الدروس المتقدمة للبرامج المختلفة اللهم إني نويت أن أهب مثقال ذرة علمي لوجه الله وصدق جارية على روح أمي اللهم اخفر لأموتنا وأموت الناس أجمعين اليوم إن شاء الله هنتعلم نعمل فاميل جديدة لعمود كلاسيك تقدر تستفاد بيه في الشغل هيعجبك جداً وهتقدر تستخدم العمود ده في المشاريع اللي تعجبك خلينا نبدأ علشان ما نطولش في محاضرتنا هتوجه للصف فولدر الخاص بالمحاضرة علشان في بعض داتا كوليكشن أنا بستعين بيها أخش الستوديو الفيديوهات المتقدمة للبرامج المختلفة درس اليوم هيكون الـ 32 هفتح هنا لو عايز أتعلم أنشئ عمود زي اللي فوق دولت دي الأعمدة الخاصة بي أنا قررت أوضح للناس إزاي تعملها علشان لما يجي لك شغل يكون مطلوب فيه كلاسيك تقدر تنشئ العمود ده وتتحكم فيه ارتفاعه وتطلع عمود جميل طيب خلونا نبدأ علشان ما نطولش أنا هطوي دي هتوجه إلى البرنامج وعند الجزء اللي يخص الـ families هلاقي حاجة اسمها open و new open يعني معناها لو هفتح family أنا أنشأتها قبل كده new هنشئ family جديدة هدور في القوالب دي على القالب اللي يخص إنشاء الأعمدة هلاقي حاجة اسمها column أعمل select عليه وأقول له open بعد ما فتح القالب بتاعي الإصدار اللي أنا هشتغل عليه اللي هو إصدار 16 علشان اللي عاوز مني الفاميلي بتاعة العمود دي أقدر أبعتها له ويستفاد بيها بإصدار أعلى تمام القالب اللي فتح قدامي ده هو مجهز أن أنت تنشئ فيه أعمدة على اليمين بيكون البروجيكت براوزر الخاص بالفاميلي دي بيكون أقل شوية من البروجيكت براوزر الخاص بالمشاريع وبيحط لك reference plan وحاجة وdimension حواليها اسمها dimension label خلية معمرية علشان تقدر تتحكم فيها عن طريق البرامتر اللي هي هنا تمام أول حاجة هزبط الوحدة بتاعتي أنا بشتغل الفاميلي بالcentimeter يا إما أكتب الاختصار اللي اسمه un أو يا إما التولز بتاعتي أنا حاططها هنا بالquick access tool bar هفتح هنا وأقول له أنا مش عايزها بالfeet أنا عايزها بالcentimeter وعايز الوحدة بتاعتي السيمبل بتاعها cm وأقول له أوكي تمام بقت هنا بالcentimeter بعد كده أنا عاوز كطاع العمود بتاعي ده أنا عاوز الكطاع بتاعي دائري هيكون الradius بتاعه 60 وهعمل فيه تشكيلات عشان أقدر أحصل على شكل عمود كلاسيك شكله جميل وأقدر أستفاد به في أي مشروع هتوجه أول حاجة للبرامتر هنا اللي بتحكم فيه العمود بتاعي أو الdimension بتاعي بيقول لي width والdepth هو واقف على الواحد وستين أنا عايز أخليه بس ستين ستين وهنا ستين وأقول له apply وأقول له أوكي تمام بعد كده أنا عايز أنشئ العمود بتاعي ده على أجزاء العمود بتاعي بيتكون خلينا نفتح الصورة دي أنا بعتبر العمود بتاعي زي ما تعلمت في دراستي وتعلمت في شغلي العمود ده بيتكون من حاجة اسمها الكرسي الجزئية اللي تحت وبيتكون من حاجة اسمها القعدة وبيتكون من الجسم بتاعه اللي هو البدن وفي الآخر الجزء اللي فوق أو الحلية اللي فوق اللي هي التاج يبقى الكرسي والقعدة والبدن والتاج علشان لما أقول المصطلحات دي تبقوا عارفينها تمام أنا مش عايز أنشئ العمود ده أنا هنشئ عمود شبيه ليه وحيكون أحسن إن شاء الله ودي بعض نمازج إن شاء الله توصلوا زيها وتعملوا أحسن منها كمان هرجع للريفت والقالب اللي أنا فتحته ده هتوجه لأي وجهة من الوجهات اللي قدامك دي هنا البروجيكت بروزر الخاص بالقالب ده بيتكون من ريفرانس بلان كأنه هتطلق فلور بلان أو مسكة أفكي اللي هو قدامك ده وعندك مسكة أفكي يخص سيلنج بلان يقفله مالوش لازمة وحتلاقي السري دي وبعد كده عندك أربع وجهات هيبقى شغلنا دايما من المسكة الأفكي ده والوجهة اللي هي الفرونت كأنه ببص على العمود من الأمام فرونت هتوجه لي الفرونت دي هلاقي انه بيقول لي الليفل بتاعك هو الواحد اللي هو في القالب وبعد كده حاجة هنا فوق محتاج تربط ده مع الطب بتاع العمود عشان تستفاد به لما تيجي تنزل العمود بين مستوين هنفهم الجزئية دي في الآخر أول حاجة أنا محتاج أنشئ ريفرانس بلان زي ده أعمل سيليكت عليه وممكن أعمل كريت سيمرر أو أروح كريت حلاقي في بانل اسمها بيتم حلاقي ريفرانس بلان اخترت الأمر حرسم الرفرانس بلان ده عن طريق الخط أو البيك أنا معنديش حاجة أبكة عليها فهرسم الرفرانس بلان ده كده وبعد كده حاجة عند المقاس المؤقت ده هقول أنا عايز الرفرانس بلان ده على ارتفاع 80 سنتي وقول له انتر هاعتبر ان الجزئية اللي هي دي اللي هو من أول الليفل اللي على الأرض ده لغاية الرفرانس بلان اللي أنا عملته ده الديمنشن ده أنا هاعتبره اللي هو الخاص بالقعدة بتاعتي أو أسفل القعدة اللي هو الكرسي خلاص عشان أبقى عارف بس حدودي بعد كده هعمل سلكت على الرفرانس بلان ده وقول له اعمل لي زيه وخليه من هنا وبرضه هقول له أنا عاوز ارتفاع ده عايزه 40 سنتي أحاول أظبط النسب بتاعتي عشان العمود يطلع كويس عملت ده على ارتفاع 80 والرفرانس ده على ارتفاع 40 أو ممكن أعمل سلكت على ده وقول له زود لي كده لغاية هنا كده تمام حيثني يبقى دايمنشن واحد أنا معتبر ان الجزئية اللي تحت دي اللي هي التأسيم الأفك ده والرأس ده الجزئية دي هتبقى فيها الكرسي والجزئية دي اللي فيها القعدة والجزئية دي اللي هيبقى فيها البدن وبعد كده ممكن أعمل سلكت على ده وأخلي العمود بتاعي ضاب الكليك هنا وهقول له خلي العمود ارتفاعه 6 متر كده مثلا وبراحتك تقدر بعد كده تتحكم في الجزئية دي طيب أول حاجة عايزين نخلص من الجزئية اللي تحت طيب قبل مرسمها خلينا نفطرد مثلا أنا وحش جدا ومش شاطر جدا في الاسكتشات الخاصة بالأعمل الكلاسي أعمل إيه؟ إيه الحل؟ نقفل يعني والروح؟ لأ لازم تتصرف خليني أرجع للمرجعيات دي دي مجرد صور من عن نت أنا هجيب الصورة دي هصحبها drag and drop وأدخلها في الليفل اللي أنا فاتحه أنا فاتح الوجهة الأمامية هجيب الصورة دي وأصحبها drag and drop على البرنامج وأسيبها هنا وأسيب إيدي الصورة هنا جاهزة معي هدوس كده فهتنزل أنا ليه جبت الصورة دي ودخلتها هنا؟ أقول لكم زي ما قلت لكم أنا مش شاطر في اللي سكتشات بتاعة العمود أنا معتبر القاعدة بتاعة العمود من أول الخط ده لغاية القطع ده مثلا والجزء اللي تحت ده الكرسي التشكيل ده أنا عجبني أنا عاوز أستفاد بيه تمام؟ أعمل إيه؟ أنا هشف اللي سكتش ده وهستفاد بيه بس الأول محتاج أزبطه في الجزئية دي مش أنا قلت أنا عاوز أخلي العمود بتاعي دي الجزئية اللي تحت ده الكرسي والجزئية اللي فوق القاعدة هعمل إيه؟ بكل بساطة هعمل سلكت على الصورة وأصغرها شوية أول حاجة لأن الصورة كبيرة قوي بعد كده أقعد أقربها شوية كده اللي عايز الصورة دي هبعتها له أو أبعته الفاميلي كلها وركز معي شايف الجزئية دي اللي هي دي اللي هي يعتبر الخط بتاع بداية القاعدة والحدود دي أنا همسك الصورة من الجزئية دي أعمل سلكت وأمسكها من هنا كده وهجبها في الحتة دي كده هجبها بين التقاطع ده هجبها هنا كده وأعود أزبطها كده شوية أعود مثلا أعمل كده أكبرها شوية فيه هنا لك لو فتحته أقدر أخلي الصورة أتحكم في العرض والارتفاع لكن طول ما اللك ده مقفول أنا كأني بعمل سكيل ريفرنس أو سكيل فاكتور ماشي وبعد كده أنا عايز أحركها سنة ماشي وعايز أحركها سنة الفوق بحيث أن الخط اللي أنا عملته ريفرنس يبقى ماشي مع الخط ده جميل طيب أنا مكتفي على كده بالصورة دي خلينا نفتح اللوك أنا مكتفي تصبيت الصورة بالشكل ده وخلينا ننزلها سنة عايز أصبط الخط ده مع الخط الريفرنس اللي أنا عملته أحرك بالسهم الفوق وحبدأ دلوقتي أرسم الشغل بتاعي وأنا واقف في الوجهة اللي اسمها فرونت هروح لكريات أخطار أمر ريفولف عشان يعملي تدوير حوالين محور أرسم محور وأرسم شكل والشكل ده هيلف حوالين الأكس ده ده تنفيذ أمر ريفولف أختار ريفولف وحاجي هنا أقوله الأكسس لين هاختار هنا هقوله الأكسس لين ماشي مع الخط اللي في النص ده الريفرنس اللي في النص ده كده تمام أنا كده رسمت الأكسس اللي هو لونه أزرق ده بعد كده هقوله باوندري لاين هقوله أنا عاوز أرسم خط كده مستقيم لغاية هنا مثلا وبعد كده هقوله وبعد كده هدوس على الأرك ده وأقوله أطلع كده وبعد كده أعملي أرك كده وبعد كده هقوله خط مستقيم واطلع لي حتة صغيرة كده وهقوله اطلع لي هنا أنا مش شاطر في الاسكتشات فبشف الجزئية دي هختار أرك وهقوله اعمل أرك كده ولفها كده وبعد كده أخذ لي خط مستقيم اطلع فوق كده وبعد كده هاتلي أرك اطلع لغاية هنا ويعمل لي التقوز ده وبعد كده هاتلي الخط وهكذا وبعد كده أرك واطلع فوق واعمل لي دي وبعد كده خط مستقيم الأمر أنا شغال به ما فصلتوش خالص بكمل برسم الشكل بتاعي كده وبعد كده أرك وأقول له لغاية هنا عكده الكيرف ده وأقول له خط اعمل لي حتة صغيرة هنا وبعد كده اقفل لي خط كده بس وبعد كده انزل تحت لغاية هنا الصورة معوجة شوية لكن مش مهم بعد كده أقول له فينش تمام أعمل سلكت على الصورة واركنها هنا أعمل سلكت على الصورة يتخليها على جنبي يتعمل لها ديليت تمام بالوقت يعني عايز أزبط النسب بتاعتي مشوهنا اتفقنا ان العرض ده او الخط ده والخط ده اللي هو عرض العمود خلينا كده نحط ديمينشن هو ده مش عرض العمود الكتر بتاعه اللي احنا اتفقنا ان هو هيبقى ستين طيب النسب دي عايزة تتزبط أزبطها ازاي أنا خلاص شلت الصورة عشان أقدر أزبط اعمل سلكت واقول له ايدت ريفولف تمام دلوقتي اول حاجة انا هعمل سلكت على الجزئية دي التشكيل ده واقول له موف هتلي الجزئية دي من اول هنا لغاية هنا تمام كده اللي هو نص كتر العمود بعد كده اعمل سلكت على التشكيل ده وبالساهم الخاص بالكيبورد اقعد لم الأجزاء دي كده شوية مش مظبوطة هقول له اسكيل هعمل سلكت هنا وقوم ساحب لغاية هنا واصغر شوية تمام بعد كده اعمل سلكت على التشكيل ده وادوس كنترول واعمل سلكت على الخط ده واقول له موف هتهولي من اول هنا لغاية الرفرنس اللي انا عامله بعد كده اعمل سلكت على دولة واقول له موف هتلي ده لغاية هنا بحيث ان ده نص كتر العمود بعد كده الحاجات دي لو انا حاسس انها زيادة شوية البروز بتاعها افضل ألمها كده ولا اصغرها كمان انا حاسس ان هي كبيرة ماشي خلينا نعمل سلكت على كل دولة وبعد كده نقول سكيل نقول له من هنا لغاية هنا انا عاوز الكلام ده في حدود الرفرنس ده والرفرنس ده تاني هعمل سلكت على الجزئية دي كده انا عملت سلكت على الاكس او امطاره ده كده واقول له اسكيل واقول له ابك هنا واسحب لحد فوق كده وابك فوق وامساحب السكيل بتاعي للحدود دي وبعد كده اعمل سلكت على كله واقول له موف حرك للكلام ده لغاية هنا طبعا انا شرحت الكلام ده تفصيليا يعني شرحت الجزئية اللي هي تخص الريفولف والاكستروجن والاوامر دي كلها في ورش قبل كده لو انت مش عارف اللي انا بعمله ده يبقى انت نقصت كتير تمام انا دلوقتي حطيت التشكيل بتاعي اللي انا عملته في الحدود دي انا عايز القاعدة بتاعتي في الحدود دي التشكيل بتاعي ده انا خليت القاعدة بتاعتي ارتفاحها في الحدود دي والكرسي هيبقى تحتها انا اخدت وقت كتير في تصبيت اللي سكيتش علشان النسبة بتاعت العمود تطلع كويسة جدا اهم من الشغل هو تصبيت الشغل هقول له finish تمام انا كده مقتنع بالقاعدة بتاعتي دي لو روحت بصيت عليها في الفلور بلان اللي هو هتطهولي في القالب ده دوست double click هشوف شكلها كده بكل بساطة هتوجه لcreate extrusion وهقول له انا عايز اعمل rectangle وهقول له انا عايز ال rectangle بتاعي ده يعمل offset 20 سنتي وقول له enter واعمل zoom in عند التقاطع ده واعمل خط او ابك في القرنل ده واروح للقرنل التاني ايه اللي انا عملته ده لو انتم مركزين العمود بتاعي اللي هو القاعدة بتاعته دي وبعد كده عملت extrusion بالشكل ده هتوجه للfront وهقول له finish لامر extrusion فهيطلع لحد الجزء ده هقول له بكل بساطة online اعمل select على ال reference ده واعمل select هنا واقول له look تمام لو روحنا بصينا في السري دي وخليت الكلام ده fine خليت الكلام ده shaded حس ان الكرسي وقاعدة العمود بتاعي متناصكين النسب بتاعتها كويسة جدا ده التصبيت اللي احنا قعدنا نزبطه طيب انا كده خلصت لا انا كده القاعدة بتاعتي والكرسي ده فقرة شوية محتاج اعمل فيهم شوية تشكيل علشان احس ان هما مميزين شوية هخلي ده hidden line وهاختار التاب اللي اسمها create وهاختار امر sweep هاجي اخلي السويب بتاعي عن طريق حاجة اسمها peak path اعمل select واجي ابك على ده وابك على الضلع ده الف نفس النحا التانية هقول له بتكلي كمان على الضلع ده وبتكلي على الضلع ده وارجع لي تاني للشكل ده وهقول له finish path كده انا خلصت ال path الخاص بالسويب عايز اعدل ال profile هقول له edit profile فهو كده جاهز بس قبل ما اشتغل الامر ده خلينا نخرب كده وقول له yes انا مش عايز انفذ الامر خلينا نروح للfront اول حاجة وانا برضو مش شاطر في تشكيلات الخاصة بالسويب هارجع للفولدر بتاعي اللي في data collection وانا عايز الصورة دي اسحبها drag and drop وانزلها هنا كده مثلا خلاص كده نزلت الصورة دي خليني ارجع للسري دي وهقول له create وهقول له انا عايز اعمل sweep عن طريق peak path هبكيله على ال path اللي تحت ده او ال ag اللي تحت ده عشان يعمل ال path وده وبعد كده الف نفسي النحية التانية هقول له هنا وهقول له هنا وهقول له finish بعد كده اتوجه لي front انا عايز edit profile عايز اعمل التشكيل بتاع ال profile بتاعي هرسم عن طريق الخط المستقيم انا عاجبني التشكيل ده اللي هيديني النتيجة دي همشي على الحدود دي هنا خط مستقيم خط مستقيم ايا كان المقاسات هسكلها دلوقتي وهعمشي بخط مستقيم كده بعد كده اجيب arc واطلع كده واقول له ال arc ده خليه كده احسن كده مسلا وبعد كده اعمل لي arc تاني كده مسلا خليها دوران بعد كده مستقيم اطلع عادل اخرج خط مستقيم وهقول له هاتلي arc خليها كده مسلا تدبيره كده وبعد كده arc عادل كده وبعد كده اعمل لي دي كده مسلا بعد كده اعمل لي arc كده ماشي وبعد كده خليه arc مستقيم وخلي دي ميلة شوية وخلي دي كده ومش محتاج اعمل الاجزاء اللي وورا دي وهقول له شدي لي خط مستقيم وبعد كده هتلي fillet trim extend corner كده مع بعض وبعد كده اعمل select على ده واقول له move وحركه هنا عشان تشوف انت عملت ايه تمام ده التشكيل اللي انا عملته اللي خدته من هنا انا مش شاطر في الاسكتشات فاخترت الطريقة دي اعمل select على البروفايل اللي رسمته اقول له move هاته من النقطة دي وحط النقطة دي على النقطة الخاصة بالتقاطع بعد كده اختار skill اعمل select هنا وسلكت هنا وقول له الكلام ده نزلهولي لغاية الرفرنس ده يبقى انا سكلت البروفايل اللي انا رسمته بناء على الاسكتش ده مع الشغل اللي يناسبني خليني ارجع للسري دي عشان تشوف ايه اللي هيحصل ونعدل نفسنا اقول له اول حاجة finish كده finish profile هو finish البروفايل وfinish path اللي هو هيلف عليه البروفايل ده ده امر sweep اقول له finish تمام بعد كده الف تحت كده انا كده يعتبر عندي الكرسي عبارة عن extrusion وملفوف عليه sweep بالشكل ده انا مش عايز الخط الفاصل ده عايز اجمحهم مع بعض اعمل ايه هلاقي join اختار join اجي ابك على السويب اللي انا عملتها وابك على extrusion هتحس اللي اتنين بقوا متصلين مش بس كده join select select على ده كمان بقوا كأنهم متصلين ارجع تاني للfront انا مش مكتفي بتشكيل الاعدة ده وبالتشكيل بتاع ده انا عاوز اعمل في العمود بتاعي حاجة اسمها النقر حاجات كده هتبقى دخلة الجوه وحاجات هتبقى بارزة في نقر كده التشكيل ده هيبقى جميل جدا هروح للfront واختار من امر create اختار امر revolve وهقول له انا عاوز الاكس بتاعي هنا كده مع الخط ده كده مع الحدود اللي هي على الشمال دي اللي هو الرفرنس اللي في القالب اصلا عملت اكس وبعد كده هقول له الباون دي بتاعي اللي هو هبسمه بامر revolve هاختار rectangle وهقول له اعمل لي rectangle كده مثلا اي حاجة دلوقتي كده وبعد كده المقاسات المؤقتة انا عاوز rectangle بتاعي ده العرض بتاعه اربعة سنتي واختار enter هيبقى تمانية بعد كده هقول له اعمل لي filet بين ده وبين ده كده وهقول له الradius بتاعي تلاتة سنتي خليك فاكر ابعادك عشان يطلع عمودك مظبوط دلوقتي انا عملت شكل ما شكل كده وعملت ده الاكس revolve انا مش عاوز revolve ده يبقى مجسم يعني solid فاختار من هنا حاجة اسمها void تمام واقول له finish تمام هقول لكم ايه اللي حصل ال void اللي انا عملته ده انت ممكن تعمل من create حاجات هنا اسمها solid اللي هما الاشكال دي او تخليها void انا اخترت void revolve بس لعبت في ال properties تمام لو عملت select على ده وقلت له مسلا اغير فيه لو انا عاوز اعمل فيه حاجة تانية اخليه يعني void لكن انا مش عايز اغير فيه انا عايزه كده اعمل select عليه وارجع لي level بتاعي اللي انا عملته ده افك القفل ده عشان ما يبقاش مربوط مع reference plan ده ال void اللي انا عملته بيقول لي حتى void revolve محتاج اوزعه على الدوران بتاع العمود علشان هتلاقيه شكله جميل بس محتاج اوزعه في القاعدة عشان هستفاد به بعد كده في البدن احسن طريقة عشان توزع شكل زي ده على شكل دائري عندك المصفوفة الخطية او الدائرية وانا عامل select على ال void ده بعد ما انشأته هضغط هنا على array هقول له انا عاوز ال array بتاعي radial اللي هو الدائري وسلكت على group زي ما هي وهقول له انا عاوز اعمل زيه 12 واحد خلينا احسبها لو قلت واحد اتنين ثلاثة اربعة واثنينة دي بقى اتناشر هقول له انا عاوز اتناشر void زيه وبعد كده هاختار ال option اللي اسمه last وبعد كده هقول له place يعني احدد المركز بعد كده اروح هنا اضغط select وامساحب وسايب ايدي هنا تمام بصوا كده هو انشأ لي كم واحد انشأ لي اتناشر تمام هبك على النقطة دي النقطة اللي هنا هتطلع لرسالة هقول له اوكي هقول له كملي النقطة دي كده لغاية هنا كده بس كده برضو مش متوزعين لان الزاوية غلط هم دولة اتناشر شكل دولة اتناشر void جميل كده محتاج اعرف الزاوية بتاع التوزيعهم خلينا نقسم ربع دايرة اللي هي زاويتها تسعين لو قلت واحد اتنين يعني تلات مسافات يعني معناها تسعين عالتلاتة فيها درجة تلاتين درجة اعمل select هنا هلاقي طلعت القيمة هنا اللي هي بتاعت الدرجة وهخلي الدرجة دي تلاتين وهقول له enter لو انتم مركزين انا قسمت الدايرة بتاعتي دي عشان اوزع عليها الفويد اللي انا عملته ده بطريقة منتظمة عملته بالمصفوفة الخطية اللي اسمها الري ريديل ووزعته وخليت ان الزاوية التسعين الواحدة لو مثلا الربع دايرة ده عبارة عن زاويته تسعين تمام كده عايز تلات مسافات فخليت الدرجة هنا تلاتين وانا وزعت اتناشر تمام بس انا عندي وورلينج حوريكو ازاي احله بعد ما خلصنا الفويد عن طريق المصفوفة اللي هي الدائرية هتوجه لي السري دي عشان اشوف ايه اللي حصل انا حصلت على الشكل ده ولو خليت الفيجوال ستايل شيدد هلاقي ان في حاجة هنا خطأ بكل بساطة اختار قط واعمل سيليكت هنا وسيليكت هنا خلاص عليك ده لو عملت سيليكت في وورلينج عايز تحله ارجع هنا اعمل سيليكت على اي فويد ودوس كليك يمين قل له سيليكت قول انستانس واختار فيزيبول ان فيو هتلاقي عملك سيليكت عليهم هم اتناشر فويد فعلا قل له انا مش عايزهم جروب وخلاص حلية الورلينج اعمل سيليكت مفيش اي حاجة بعد كده لو رحت للسيلي دي هلاقي شكل الكرسي بتاعي بالتشكيل اللي انا عايزه والقعدة وبداية العمود طيب الفويد اللي انا عملته ده عشان يبقى شكله بقيري بالشكل ده ولو بصيت من الجنب كده عشان يبقى شكله جميل ومحتاج اكمل بقية العمود الجزء اللي جاي سهل ان شاء الله هتوجه او خليني هنا هخلي الكلام دوت هيدن لاين هروح لكريات وهقول له انا عايز اعمل اكستروجن بيسألني على سيف هقول له سيف وهقول له سيف هالي على الدسكتوب وهقول له خليلي الاوبشن بتاعك واحد كفاية وهقول له اوكي وخلي ده مثلا وهقول له سيف دلوقتي انا بعد ما شغلت امر اكستروجن هقول له عايز اصبت الورك بلان هقول له سيت هقول له بيك بلان هقول له اوكي وهقول له بكلي على الوش ده بدليل لو فتحت الشو ده هيقول لي الرفرنس بلان ان انت هتقدر ترسم هنا اقفله تاني وابص من الطب اختار امر بيك لاينز واقرب ابك هنا وابك هنا وبعد كده اعمل التشكيل ده ابك على الجزء ده وهكذا للباقي كله وبعد كده اجيب امر سبلت واقطع جوه الدواير او جوه نص الدايرة ده اقطع جواهم كلهم تمام بعد كده اجيب تريم اكستند كورنر واجمع دي مع دي وهكذا للباقي انت وش عظرتك في الاسكتشات وهقول له انا عاوز الاكستروجن بتاعي وليكن ميت سانتي واروح للفرونت وقل له فينش لو انت وغادين بالكم الصورة دي اعمل سيلكت وقل له ديليل اروح للسري دي قاعدل نفسي هو ده اللي انا عملته الفويد اللي انا عملته تحت كاني استفدت بيه في الاكستروجن اللي عملته فوق علشان احصل على الشيء الغاطس والبارس ده يبقى شكل العمود كده ولو انت الخط ده مدايقك بكل بساطة اخلي الكلام ده hidden line وهقول له جوين وعمل سيلكت هنا وقول له سيلكت هنا اديك عليكت الخط اللي هو الوصلة ما بينهم لكن مش مشكلة هقول له control z وخليني اصبط الارتفاع ده اروح للفرونت اعمل سيلكت هنا وقوم ساحب ده شوية كده خلينا نتطفق على حاجة انا عاوز العمود بتاعي ده لما انزله مشروع اتحكم في ارتفاعه بناء على الليفلز اللي في المشروع هعمل ايه هعمل سيلكت على الريفرنس بلان ده واقول له create similar اعمل لي واحد زيه مثلا من هنا كده وهقول له انا عاوز ارتفاع الراس بتاعتي او الكاب او التاج اعاوزها تكون 60 مثلا واقول له enter بعد كده اعمل سيلكت هنا واقوم منزل ده شوية كده وركزه في الجزئية دي محتاج اخلي البدن ده يرتفع لغاية الريفرنس ده يبقى انا هاختار امر align هنا وبعد كده ابك على الage ده وهقول له اعمل look طيب وبعد كده انا عاوز الريفرنس بلان ده اللي هو ماسك الage بتاع الاكستروجن ده يطربت مع ده اجيب dimension من هنا لغاية هنا واقوم قفله اعمل له look وتعالوا نشوف اللي هيحصل مش انا ارتفاع العمود 600 اعمل سيلكت هنا واقوم ساحت هو مفيش خطأ ولا حاجة هو رفع الجزئية اللي تحت دي لو انتو اخدين بالكو مش ده كان امر revolve وانا عملت فيه void محتاج بكل بساطة اختار امر online واعمل سيلكت هنا واقل له خليها multiple واقل له ارفع لي ده ارفع لي الفويد الاولاني ده لغاية ده واقل له look واقل له ده كمان واقل له look وده واقل له look وهكزا look 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 في واحد هنا look وانا في الوجه الفرونت اروح اخلي الكلام ده hidden واعمل زوم nr اختار online multiple اعمل سيلكت على الage ده الage بتاع revolve بتاع القعبة واجي عند void ده اعمل كده وقام رابط وعمل كده ورابط وعمل كده ورابط وعمل كده واربط انا بربط الفويد يعني خلينا نشوف ايه اللي حصل في السري دي هو ده المقصد انا لما غيرت ارتفاع العمود انا شدت ده معايا وبالتالي الفويد ده ما طلعش لكن دلوقتي عملت له رابط بالطريقة اللي انا وريتها لحضراتكم لو جيت اغير الارتفاع بقى ما فيش اي مشاكل اخر جزئية لو كررت اعمل التاج يا اما التاج اعمله بامر extrusion واستخدم شوية تشكيلات او يا اما يكون عندي تاج جاهز انا مسبقا مجاهز التاج ده مثلا ممكن اقوم ساحب ده drag and drop على المشروع واسيبه هنا فهيفتحه هقوله اعمل loot to project واعمل closed ونزلهو لي هنا مثلا بعد كده اروح لي front هو مش موجود اخلي الكلام ده wireframe حلقية تحت اقوم عامل move ساحبه الغيط فوق مثلا وبعد كده اقول له align مع ال reference ده اعمل كده واقول له look لو انا مثلا عاوز احصل على الشكل ده خلينا نخليها كده نقول له كده ونقول له join ده مع ده علشان تحس بيه بعد كده لما تنزل العمود ده المشروع هتلاقيه نزل بناء على level بتاعك يعني انت عندك level مثلا ارضي واول المسافة بينهم 3 متر هو هيتزبط لان انت ربطه مع level ما فيش اي مشاكل لو فرضنا انا مش عاجدني دي هفك ال look واقول له delete خليني ارجع هنا اقول له center كده مثلا خليني اروح اجيب حاجة تانية مميزة هرجع لل D واخش شغلي اخش ال revit families الفاميلي المميزة cool ماشي ارجع الفاميلي هنا لو فرضنا D60 ماشي لو صحبت دي drag and drop ستاة هنا بتفتح ماشي هقول له load and closed وهقول له نزل دي هنا في النص بعد كده اروح لل front اعمل select عليها وقول له move دوايت هنا مثلا وقول له align كده ودي معادي وقول له look تمام ما فيش اي مشاكل اقوم سيفت دي شدتها شوية ما فيش اي مشاكل اهو دي بتزيد ودي معادي ما فيش اي مشاكل ارتفاع العمود بيتغير ما فيش اي مشاكل الفويد لو في اي مشاكل فيه بيتضبط ما فيش اي حاجة خلي ارتفاع العمود زي ما يعجبك مش هتفرق لو حتى قعدت تصغره بس المهمة هياخد الليفل اللي موجود عندك فيه المشاكل هتلاقيه خد نفس الارتفاع ولو رحت بصيت عليه في السري دي ولو بصيت هنا قلت له front هتقول له s دي بقى العمود بالشكل ده كده انا حاسس النسب بتاعتي كويسة والتاج بتاعي كده شكله مميز التاج ده عشان تقدر تنشئه ده بيتعمل بامر sweep و revolve تقدر تحصل على الشكل ده فاللي عاوز العمود هسيب الكلام ده في صندوق الوصف فهيلاقي عنده الكاب ده يقدر يستفاد به والقعدة و الكرسي ولو عايز تنزله في اي مشروع هتعمله drag and drop اتمنى ان يكون درس خفيف و مفيد لو في اي حاجة اسألوني لانه هتلاقوا مشاكل كتير اثناء انشاؤه انا بس عشان متعود فالدنيا بسيطة بالنسبة لي لو في اي حاجة وقفت معكم ابعتوا لي الناس بتقدر تتواصل معي الروابط بالتواصل معي بتكون في صندوق الوصف سواء الصفحة التعليمية او الجروب الخاص بنا اشكركم لمتابعتكم والى اللقاء في درس قادم مميز ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته